واصل التحديات والانطلاقات من هنا من أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي لسباقات الهجن في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن اللقاية وهجن أبناء القبائل في هذه الأشواط والتحديات المسائية المميزة التي يشهدها ميدان التحدي ميدان الشحانية مشاهدين الكرام انطلاقة شوطر الحادي عشر ينطلق بحظة من الله تعالى ورعاية نتمنى التوفيق للجميع نسير معادي الانطلاقة نسير معادي التحديات مباشرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط أول الأسماء المفتتحة للنداية والإذاعة هنا من تقود الأسماء الراسية عبدالله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي من يقدم لنا شعار وتحديات أيلولا مع المركز الأول بينما المركز الثاني تتواجد هنا صدا سالم بن زيد بن راشد بن انديلة المر من يقدم لنا صدا مع المركز الثاني بينما المركز الثالث التواجد من سمو عبدالرحمن بن حمد بن علي النهاب المر من يقدم لنا انطلاقة سمو على مستوى المركز الثالث المركز الرابع القادم غاية حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يقدم لنا غاية مع المركز الرابع والمركز الخامس من تتواجد هنا القادم الهدى سالم بن سعيد بن راشد بن اعمال المهيري يقدم لنا شعاره من خلال تواجد الهدى على مستوى المركز الخامس هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الاندفاعه في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مشاهدين متابعين الكرام العودة إلى صدارة الشهوط العودة إلى المركز الأول إلى البداية الصدارة هناك صدا هي القايدة لهذه الاسماء القايدة لهذه التحديات المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشهوط سالم بن زيد بن راشد بن انديل يقدم لنا شعاره يقدم لنا صدى مع المركز الاول لتتصدر الجموع هناك مع البداية بينما المركز الثاني تتواجد سمو لعبد الرحمن بن حمد بن علي النهاب المري من يقدم لنا شعاره من خلالي ايضا تقدم سمو على مستوى ثاني المراكز بينما المركز الثالث غاية لحمد بن جار الله الابريدي من يقدم لنا اندفاعة غاية مع المركز الثالث المركز الرابع الوصول من نوفا علي بن محمد بن علي الفهيدة المري من يقدم لنا انطلاقة نوفا مع المركز الرابع المركز الخامس الوصول والتقدم من الجذابة علي بن عبد الله بن علي الفهيدة المري شعار البطين بدا يقدم لنا انطلاقة وحضور الجذابة مع المركز الخامس هكذا هي الخمسة الاسمانولة المتقدمة في هذه الانطلاقة في هذه الاندفاع المميزة والكبيرة ولكن العودة مع صدارة هذا الشوت مع هذه الانطلاقة المميزة ماشاء الله صدا مع المركز الاول صدا مع البداية تقدمنا هذه الانطلاقة تقدمنا هذه النجومية الرائعة مع صدارة هذا الشوت سالب بن زيد بن راشد بن انديلة المري يطمع بانتزاع هذا الشهوط يحقق هذا الشهوط من خلال حضور صدا مع المركز الأول بينما المركز الثاني شعارك النهاب يتواجد مع سمو عبد الرحمن بن حمد بن علي النهاب المري والمركز الثالث التواجد والحضور مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل القادمة هنا من تتواجد غاية حمد بن جار الله بن حسين الابريدي مع المركز الثالث ولكن عودة مع الثنائية المميزة مع صدارة هذا الشهوط مع المركز الأول صدا مع البداية صدا مع الصدارة تقود الأسماء لا تزال هي من تتسهيد الموقف في هذه اللحظات سالم بن زيد بن راشد بن انديلة بينما النهاب ياتي مع المركز الثاني من خلال تقدم سمو عبد الرحمن بن حمد بن علي النهاب المري ولكن صدارة صدا مع المركز الأول صدا مع البداية تقدم العروض المميزة مع الأمتال الأخيرة مع الأمتال المجنونة سالم بن زيد بن راشد بن انديلة المري يحقق الناموس والانتصار مؤكدا هذا الحضور المميز والكبير مع انطلاقة صدا صدا ما شاء الله تحقق الناموس سلام صدا سلام سلام بن انديلة على هذا الأداء المميز والكبير اللي تقدم صدا تعانينة والناموس لسالم بن زيد بن راشد بن انديلة المري على اختطاف صدا ناموس هذا الشوط المركز الثاني كان الوصول من سمولي عبد الرحمن بن حمد بن علي النهاب المري والمركز الثالث وصلت غاية لحمد بن جار الله بن حسين البريدي المركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام من الجذابة علي بن عبد الله بن علي الفهايد المري والمركز الخامس المركز الخامس الذيبة لخليل بن محمد بن يحيا الغامدي هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط ولكن كان الحضور المميز والكبير من صدى تهانينا والنموس من خطفة النموس وأيضا أهدت السلامات إلى بن انديلة تهانينا والنموس على هذا الفوز والانتصار التوقيت الزمني مشاهدين الكرام خمس دقائق واحد وخمسين ثانية واحد وثلاثين جزءا من الثانية تهانينا والنموس لسالم بن زيد بن راشد بن انديلة المري بينما المركز الثاني كان الوصول من أيضا سمو مشاهدين الكرام توقيتها الزمني خمس دقائق درين وخمسين ثانية تسعة وثمانين جزءا من الثانية تهانينا والنموس لعبد الرحمن بن حمد بن علين نحاب المري المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من غاية توقيتها الزمني خمس دقائق وتسعة وخمسين ثانية وثلاثة سبتين جزءا من الثانية تهانين والناموس لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي تهانين والناموس للجميع